اهلا بكم في ترند تعقيم المنشأة ومرافقها بصورة دورية مجدولة وتوفير المعاقمات عند المداخل وانحاء الصالات تعد اهم الارشادات اللي تضمنها الدليل الارشادي اللي نشرتها وزارة شؤون الشباب والرياضة عبر حسابها الرسمي في انستجرام بمناسبة عودة النشاط الرياضي في الصلاة الرياضية والملاعب الخارجية والاكاديميات الرياضية بعد اغلاق دام عدة شهور بسبب لاجراءات الاحترازية من جائحة فيروس كورونا وبناء على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي للفيروس توني هوتقيل طفل عمره خمس سنوات قدر يجمع مليون جنيه استرليني من خلال المشي لأكثر من عشرة كيلو مترات بقدميه الصناعيتين لصالح مستشفى ووفر له الفريق الطبي العامل فيه كل الامكانيات العلمية والطبية عشان يمشي من جديد وقال توني ان التحدي كان ممتع على الرغم من صعوبته في البداية الا انه كان متحمس لمساعدة المستشفى اللي انقذ حياته موسيقى وتعروس بريطانية في صد مالي اصدقائها بعد ان طلبت من الضيوف تقديم مقال رسمي مكون من 500 كلمة حول سبب رغبتهم في حضور حفل الزفاف لتقديم الدعوات على اساس الاجابات الزفاف تأجل الى فبراير 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا وبالتالي اضطرت العروس الى تقليل قائما ضيوفها فاعادت ارسال دعوات للأهل والاصدقاء تطلب فيها من الجميع كتابة مقالين كل واحد منهم 250 كلمة للاجابة على سؤالين عشان تحدد من بيتلقى دعوات الزفاف ويتضمن السؤالين لماذا لا تزال تريد الاحتفال بهذا اليوم معنا وماذا سيعني حضور زفافنا لك بالتحديد العروس قالت بانها تبيت تعرف من من المدعوين اكثر حماس بشأن الرغبة في حضور يومها الخاص مئات الالاف من المشاهدات على يوتيوب حصادها اليوتيوبر الاندونيسي محمد ديدت بكل سهولة وبساطة فكل اللي سواه هو الجلوس امام الكاميرا لمدة ساعتين والتحديق بها دون ان يتحرك او ينطق بكلمة واحدة السبب اللي خلى ديدت يقوم بهذه التجربة هو طلبات من بعض مشاهديه لنشر فيديو تعليمي ايجابي للتغيير فقال ساعتين من ولا شيء كان كل ما يمكن ان اقوم به بصراحة لم اكن اتوقع ان ينتشر الفيديو بهذه الطريقة كل ما اردته هو انشاء فيديو ممتع للمشتركين هذا الفيديو الغريب حقق انتشار واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في اندونيسيا والمفاجأة ان العديد من الاشخاص حاولوا تقليد تجربة ديدت ولكنها بقت بالفشل موسيقى موسيقى مشاهدين وصلنا معكم الى ختام حلقة اليوم اتمنى لكم نهاية اسبوع سعيدة في امان الله موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة